ومن بغداد ينضم إلينا مراسل الغد مصطفى القطان إذن مصطفى ما هي ردود الفعل عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي وأيضا ورد خلال الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ونظره العراقي أن عدة أشياء هل كان من أهمها مسألة الوجود الأمريكي في العراق أم لا صباح الخير شروق طبعا هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكون وكذلك نظيره العراقي ونظيره العراقي فؤاد حسين يعتبر من الأهمية على المستوى الكبير من الأهمية وكذلك يعتبر ربما مجلس الجديد بين إدارة بايدن وكذلك الحكومة العراقية الحالية وتحاول من خلالها أو حاولت الحكومة العراقية معرفة موقف الإدارة الأمريكية جديدة من الحكومة العراقية في مختلف القضايا المشتركة بين الجانبين خصوصا فيما يتعلق محاربة الإرهاب وكذلك التعاون السياسي والأمني والاقتصادي وأيضا في مجال مكافحة فيروس كورونا وبالتالي ربما كان هذا الاتصال بمستوى تطلعات الجانب العراق الذي كان يأمل أو يسعى أيضا لتعزيز التعاون بين واشنطن وبغداد على عدة مستويات خصوصا وإن العراق وعلاقة العراق بالولايات المتحدة الأمريكية تشبه الكثير من الشوائب وطبعا الكثير من المعارقلات خصوصا الصراع الإيراني الأمريكي على الأراضي العراقية وكيفية ودور العراق في وسط وخضم هذا الصراع طبعا الاتصال الهاتف بحسب بيانة وزارة الخارجية العراقية لم يوضح أنه كان هناك أي نوع من أنواع تطرق إلى مسألة سحب القوات الأمريكية من العراق بل تركز الاتصال على تعزيز التعاون الثنائي بين البندين المباشرة واستمرار المباحثات فيما يخص طبعا الخطة وكذلك الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية بين العراق وواشنطن وكذلك ربما تحديد موعد للقاء ثنائي وجها لوجه بين وزير الخارجية العراق ووزير الخارجية الأمريكي وبالتالي ربما حتى جنب العراق لم يتطرق إلى مسألة سحب القوات الأمريكية باعتبار أن الحكومة العراقية حتى هذه اللحظة لم تطلب من الإدارة الأمريكية سواء إدارة ترامب السابقة أو إدارة بايدن الحالية جدولت الانسحاب الأمريكي من العراق وسحب جميع القوات الأمريكية من العراق خصوصا مع توارد أنباء من الجانب الأمريكي بأن البنتاجون يدرس أو يعيد الدراسة والنظر في سحب قواته من قوات الأمريكية من العراق وأفغانستان وهو القرار الذي كان قد اتخذته إدارة دونالد ترامب في وقت سابق نعم مصطفى القطان من بغداد مراسل الغد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر